السلام عليكم اهلا بكم متابعين الاعزاء في كل مكان يارب تكونوا دايما بالفخير موضوع فيديو النهاردة هيكون عن الزكاء الاصطناعي باذن الله ينال علي اعجابكم متنسوش لو لسه ما اشتركوش في القناة اشتركو في القناة من الزر الاحمر تحت الفيديو وفعلو زر الجرس عشان يوصلكم كل الموضوعات الجديدة والهامة الزكاء الاصطناعي يمثل طفرة هائلة في مجال التكنولوجيا والحوسبة انه مفهوم يعود الى فكرة تطوير انظمة زكية قادرة على محاكاة القدرات العقلية البشرية يتيح الزكاء الاصطناعي للانظمة والبرمجيات اداء المهام التي تتطلب تحليل معقد واتخاذ قرارات مستنيرة بناء على البيانات وتتنوع تطبيقات الزكاء الاصطناعي في ميادين متعددة يستخدم في مجالات الطب لتحليل الصور الطبية وتشخيص الامراض كما يستخدم في مجال التجارة الالكترونية لتحسين تجربة التسوق عبر الانترنت بالاضافة الى لذلك يستخدم في مجالات الامان والامان السيبروني لكشف ومنع التهديدات الامنية كما يمكن ان يسهم الزكاء الاصطناعي ايضا في تطوير السيارات الزاتية القيادة والتنبؤ في الاحداث الجوية وتحسين اداء الروبوتات في مختلف الصناعات ان قدرته على معالجة كميات هائلة من البيانات وتحليلها يجعل من الزكاء الاصطناعي اداء قوية في تحقيق الابتكار والتطور التكنولوجي على الرغم من كل الانجازات التي تحققت بفضل الزكاء الاصطناعي يجب مراعاة القضايا الاخلاقية والمسائل المتعلقة بالخصوصية والامان في استخدامه يجب ان يتم تطوير واستخدام الزكاء الاصطناعي بطريقة تحافظ على حقوق وقرامة الانسان وفي الختام الزكاء الاصطناعي يمثل نقلة نوعية في مجال التكنولوجيا ويفتح افاقا واسعة للابتكار والتطوير انها تقنية تشكل تحدي وفرصة لمستقبل اقصر تطورا وتحسينا في مختلف جوانب حياتنا